قرج الألاف في مسيرات في أنحاء الهند للتنديد بقانون الجنسية الجديد في وقت رفض فيه رئيس وزراء ولاية أوتار براديش اتهامات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال احتجاجات ضد القانون ونسبت فضل لموقفه الصارم في إعادة الهدوء للشوارع وقال يوغي أديتياناث رئيس وزراء الولاية إن الأضرار سيدفع ثمانها من تسبب فيها وقالت حكومته الأسبوع الماضي إنها تطالب أكثر من مئتي شخص بملايين روبيات للتعويد عن الأضرار المادية التي لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات وهددت بمصادرات ممتلكاتهم وقتل في الولاية الأكبر في الهند من حيث عدد السكان 19 شخص منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر من بينما لا يقل عن 25 قتيلا على مستوى البلاد وبدأ أن الاشتباكات في الولاية قد هدأت على مدى الأسبوع المنصر لكن مظاهرات على نطاق محدود ما زالت تخرج في شوارعها وخرجت حشود كبيرة في شوارع مدينتي الشناي الجنوبية وبوبا نسوار في شرق البلاد حيث نظم حزب المؤتمر المعارض مسيرة لرفض قانون الجنسية تحت شعار أنقذ الدستور أنقذ الهند ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية اشتركوا في القناة